بسم الله الرحمن الرحيم هنبدأ الجزئية بتاعة Engineering Economy لما نيجي نعرف Engineering Economy بنقول انه عبارة عن Subset of General Economy بمعنى ان مجال الاقتصاد الهندسي جزء من مجالات الاقتصاد العامة فهو Subset من General Economics Not Concerned with General Economy Situation ما بيكلمش عن الاقتصاد العام لكن هو بيكلم عن Analysis Performed by Technical Professional Technical Professional في الحالة ديات اللي هما ممكن يكونوا الانجينير Require Advanced Technical Knowledge in Some Cases Require Systematic Evaluation of Costs and Benefits في الانجينيني يهمني ان انا اعمل تقييم لشيئين البنفت والكوست على سان العلاقة مبين البنفت والكوست هي اللي هتديني الإيباليواشن بتاعة الألترنيتفز لو انا كلمت عن الجماعة الاقتصاديين ان الاقتصاديين بيحاولوا يجاوبوا عن مجموعة من الأسئلة بمعنى لما بجأنا هواي دوا اتوالي انا بعمل الكلام ده اددر انيد اف الناقل ادعم الاجينيجيهان انا اعوض عندي وعاوض اوضف الاجينيجيهان لعمل مشيئة معين فعاوض اشوف الكلام ده هواي ادواله nous هل ممكن تأجيل الكلام ده ولا يجب أننا أعمله الآن Why do it this way In this the best alternative Is this the optimal solution أنا كاقتصادي أو كمهندس ببدأ أعمل مقارنات ما بين الألترنتب الألترنتب الأول الثاني الثالث أنثقن مجموعة من الألترنتب وبأخذ the best alternative حسب طريقة التقييم اللي عندي Will the project buy Will we run a loose or make profit هل أنا أثناء التحليل وضح في فوائد ولا في loose خسائر Recognize, formulate and evaluate the problem Develop a visible alternative Develop cash flow for each alternative Select criteria Analyze the compare alternatives Select preferred alternative طيب أيه المقصود بالنقاط اللي كلمنا فيه هدياته فيه procedures أو فيه خطوات معينة علشان أقدر أحدد المشروع اللي أنا عايزه نمر واحد أنا بجمع المعلومات الخاصة بالمشكلة المحل الدراسة اللي عندي أنا المشكلة اللي عندي عاوز أوظف النقود اللي عندي فيه مشروع معين أبدأ أشوف مجموعة الـ data اللي تخص الـ alternatives اللي عندي أجمع الـ data دي بعد ما أجمع الـ data أشوف الـ visible alternatives المقصود بالـ visible alternatives إن عندي البدائل الممكنة فيه alternative 1، فيه alternative 2، فيه alternative 3، بس تبقى visible يعني يمكن تنفيذها develop cash flow أبدأ أعمل الـ cash flow الـ cash flow دي عبارة عن خطه أفقي يكلم من عند بداية المشروع من عند إن بيسوي 0 لحد عمر المشروع اللي أنا بأدرسه select criteria criteria اللي هي الـ specification والمواصفات بتاع كل مشروع هيدر ربح دي إيه هي تكلفته الحاجات دي كلها هي اللي بنسميها criteria of project أو of alternatives هبدأ أعمل analyze and compare للـ alternatives اللي عندي حسب الطرق اللي هندرسها بعد كده هو وبعدين select preferred alternatives اللي هو الـ alternatives الأفضل أو the best alternatives بعد كده هوت ببدأ الـ monitor performance and evaluate results أو feedback أثناء تنفيذ المشروع أشوف إيه هي الأخطاء أو أتعلم من الأخطاء اللي أنا وقعت فيه شكرا